كامل القيد احنا كنا في سجن ابو زعبة كان محرم علينا ان احنا نسمع اذاعة قرآن او نشرة اخبار السجن اللي جنبنا بتاع المجرمين والقاتل قتل اذاعة طول النهار شغال انما احنا ناس اللي دخلنا في كلمة لا اله الا الله ممنوع ممنوع حتى يسمعونا القرآن كانوا سمعونا حاجة واحدة بس لما كان السعيم الخالد يلقي الخطاب بتحت تلاتة وعشرين يوليو او اول ما يسمعوهن ليه انتو عارفين ليه عشان كل عمبر فيه تلاتة اربعة جواسيس يشوفوا مين اللي بيسمع الخطاب وهو قاعد ومن اللي بيسمعه هو نايم ومن اللي بيسمعه ويسقف ومن اللي بيسمعه وما بيسقفش يا وين اللي ما يسقفش يا وين اللي يسمع خطاب سيادته وهو نايم ده يتنشي تقرير ويروح في الزنزين نحي تشمال زنزين شمال بقى اهله في اليوم ريغيف واحد وشوي يضمي ويحرم من الغموز وزنزان من عاش فيها شهرا تليف كبده تكنولوجيا يا اخي تكنولوجيا وتقدم يا اخي امال احنا جيبنا النقسة من شوية مش احنا جيبنا النقس الخطاب يلقى الكل لابد يسمع واقسم بالله كان كلامه كله فارغ ما يسمع ده هو كان بيقول قومية عربية وهو ما كانش بيفهم في قواعد اللغة العربية حاجة مرة سمعته بيقول ايه وفي تلك الحالة تلك هو باله ان فيه بتجرد الكاء ابدا ده في حرف جر وتي اسم اشارة مبنى على الكسر في محل جر واللملم البعد والكف حرف خطاب ازا فتحت الكاف تلك تبقى بتخاطب راجل ازا كسرت الكاف تلك تبقى بتخاطب مرة قلت الحمد لله اللي جمال طلع البلد نسواه في تلك حتى حروف الجر ما انتش عارفه ساتر يا رب اسمع يا جبه على الخطاب سمعنا الخطاب تلات ساعات يجوموا ايه بعد انا بوريكم صورة عن اللي كان ماشي ورا القضاء بعد ما نسمع الخطاب يقوموا يرسون على هيئة السكاشن كل ستة خمسة عودوا مع بعض يجيبوا العناصر الاساسية في الخطاب يقوم اول واحد يقول العنصر الاولان يتكلم سيادته عن الكفاية والعدل. الكفاية والعدل. ازا كنت انت مرمج هو السيجي بعت لي. اه? كفاية يعني ايه? يعني فيك على وشك عدل يعني اعدلة. ايه هو الكفاية? التاني يقول وتكلم سيادته عن سيادة القانون. كل يقعد كاننا بنفسر قل هو الله احمد. وبعد كده يمر الصباب بتوع المعتقل على كل عمضة يا اهل العمضة من ورا الاسواء. فين تلخيص الخطاب? يكون التلخيص مكتوب. فضلوا التلخيص. قبل ما يمشوا واحد يتقدم بالهتاف. عاش فلان حامل عروبة. اللي ما يهتفش ايه? اخذوه فقول له ما يرا في استنداب? ايه اهتف يا ذاك? ايه? ده تهري ايه? ده انت سجني وبتقول لي اهتف? ده انت عملت زي اللي بيقول له نمم مدبحك قال له ده شيء يطير النم العيد. اهتف? اذكر حاجتي ام قد كفاني? اهلا? ازا كان حالي يغني عن سؤال. ده انت رمني في الزين? وهو يقول لي حبني? والله ما حبك ولا يوم القيام? ولا عرافة. ده النبي قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. ده ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش زنبي بعد الشرك اجدم الظلم. بل ان الكفر نوع من الظلم. ربنا قال والكافرون هم الظالمون. الكفر نوع من الظلم. الظلم قال عن شيء. ولذلك النبي قال شيئان لا تقربوهما. اتنين بس ما تجوش يميتهم يا ناس. هم ايه? قال الاشراك بالله والاضرار بالناس. الجمعة اللي فاتت انا راح ازور مريض يوم الجمعة المغرب كده. وبعدين الرجل واقف على الباب. قال ممنوع الدخول. انا لابستقية وجلبية الغرض ممنوع مش ممنوع. اه ام واحد من اللي معايا قال طبوه يعني عايزين ده احنا اربحت مفارع من المعروف ما ترجعناش. قال لا ممنوع. انا كسبت من الاربعة ايه? اخد بالك كسبت من الاربعة ايه? يعني يعني فتح بقى اتفلط يعني ايش. اخد بالك معاي. وبعدين واحد مات يده في اتنين شلن ودبسهم له. تفضل. تفضل يا بيت. تفضل مش اتخذ. الجمعة اللي فاتت رحنا تاني. كانت الزيارة الجمعة اللي قبل دي. رحنا جمعة اللي فات. برضو انا لا بتجلبية عطائية وبعدين دخلنا قد برضو اللي فيه النصيف. بتاعتك سأل له ده فلان عليه. انا طالع اعمل معروف يا سيشيخ والله ما بحسبك انت. اكتاب اللي. قلت له والله ما نجيب صرتك على المنبر. انما في الدنس بحالش. اشوف اشوف الدنيا. قلت لا اله الا الله. اخر غنب. ده يعني هو ان ما كانش الشيخ ما ما يدخلش ان ما كانش نظره برسله البدلس موكن و ايه دي. الدنيا جرفاء ايه. ايه ماشي. المادة رقم متين وخمسون من قبل ماشي حالي. واحد بقى عشان يمشي في البلد دي بانداره برسل وبادلس موكن وشمتة صمصنايت. اه وكل ياب. وإلا ما فيش حاجة حتقضى. وحد الله. وحد الله واللا اله الا الله. سيدنا ابراهيم ام قال لمراته اتباح عجلي وشويه. اش عرفك انه مشويه. ده الاه اللي معنا بتقول بعجل سميه. طب ماهي الاية التانية قالت بعجل حنيذ ومعنى حنيذ يعني مشويه. عشان القرآن حتى يبيلك ازاي تاكل ان اللحمة المشوية اصح من اللحمة غير المشوية. ده وفيت اكتر. لانها اولا ما بتلعبكش المعدة زانيا بتفتح النفس. ريحتها نفسها بتفتح النفس. يعني بتبقى فايت على نص احمد الدين. اللي وقته بس يفوتك في سبيل انك انت تشمر وبساح اكثر. اه شوية كفتة شوية كباب واو. اكل شفوي. ومش فيه افتحان شفوي تحريري. اكل شفوي. كانوا زمان يصرفوا جراية للازهرين تلت ترغيفها في اليوم. كان الواحد لما ما يلاقيش غموس يروح يقف بجانب واحد بيشوي. واحد شيخ مرة اغمس برغيف ريحة وبعلن حلب بالله انه كان بيتكرع كباب. قلت له صادر ما فيش حاجة بها ما اقولها. ايه يا ربنا كبير? ربنا كبير يا اخي. ربنا كبير يحيي العظامة وهي رمي. ما يكون شيخ غمس. وحد الله ولا اله الا الله. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة